استراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري تؤتي ثمارها طبعاً ده احتفاءاً احتفالاً بعيد الفلاح المصري 71 سنة احتفالات بأهلين طيب وزارة الزراعة الأمريكية بتقول الآتي بتقول اتخذت الحكومة المصرية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية ده وزارة الزراعة الأمريكية مش يوسف مش التاسعة احنا كلمناكو كتير على الرقعة الزراعية المصرية كلمناكو كتير على اللي قامت بيه مصر في هذا القطاع بص بقى الأمريكان بيقولوا ايه انه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية فانه مصر اتخذت مجموعة من التدابير الإضافية لضمان واحد شراء ما لا يقل عن خمسة مليون طن من الأمح المحلي من المزارعين سنة عشرين اتنين وعشرين وده بالإضافة لتقديم العديد من الحوافز للمزارعين وزارة الزراعة في أمريكا برضو بتقول ان مركز البحوث الزراعي والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عمل حملة وطنية تنشر الممارسات الزراعية الجيدة بل وتساعد المزارعين على الاستفادة من أصناف عالية الجودة للأمح عبر ما نطلق عليه الحقول الاسترشادية وهي المنتشرة على مستوى الجمهورية ده كلام وزارة الزراعة الأمريكية مش كلام نحن بس طب ما تيجي نشوف الفاو الفاو الحقيقة اللي هي منظمة الأغذية والزراعة التابعة لأم المتحدة بتقول إيه بقى؟ بتقول إن الحكومة المصرية بتشتغل على تزويد الفلاحين والمزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة وخصوصاً السماد والمبيد والبزور والتقاوي والأعلاف الحيوانية وطبعاً تقديم الدعم الفني الخبرة والدعم للمزارعين مش بس إن كل هذه المنتجات سواء إذا كانت أو المدخلات سواء إذا كانت أسمدة أو مبيدات أو بزور أو تقاوي أو أعلاف مدعومة كمان مالياً وأيضاً الدعم الفني السندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بيقول إيه بقى؟ بيقول إن مصر عملت مجموعة من الجهود في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات أو الميكانة الزراعية بحيث إنها تخلي الفلاح تمكن الفلاح تساعد الفلاح بإنه يبقى على استعدادية أعلى لمواجهة تأثيرات المناخ فإذا كان ببرودة قارصة أحياناً لم نعتد عليها في فصل الشتاء أو في حرارة شديدة أثناء فصل الصيف مجموعة أوكسفورد للأعمال بيقولوا إن قطاع الزراعة كان واحد من أكتر القطاعات في مصر صموداً خلال جائحة كورونا مع إعفاء المزارعين كان صمداً بسبب إنه تم تقديم مجموعة من الإعفاءات للمزارعين من قيود الإغلاق اللي كان بيتم تطبقها بالتزامن مع الجائحة تعالوا نشوف أكتر إيه اللي تقال وإيه اللي تعمل في مصر تحديداً لدعم الفلاح المصري العظيم صفحة 2